موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحاب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأعزاء المشاهدون سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ونحن نغوص في كلام الله عز وجل ونتتبع آياته وسياقاته وتراكيبه لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته أيها الإخوة الفضلاء بارك الله فيكم لازلنا معكم في سورة القيامة ووقفنا عند قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق لا ربك يوم إذن المساق كلا إذا بلغت التراقي كلا كما مرت معنا في سياقات تركيبية متعددة تدل على الزجر والردع كلا إذا بلغت التراقي من هي التي بلغت الفاعل هنا لم يذكر الفاعل هنا لم يذكر تماشيا مع مظاهر الحذف التي حصلت في كثير من سياقات هذه السورة المباركة ففي قول الله عز وجل بلى قادرين هنا عامل الحال وصاحبه قد حذف لا تحرك به لسانك الها هنا في به يدل على القرآن والقرآن هنا لم يجري له ذكر أيضا هنا في قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي يعني أي النفس ولماذا هذا الحذف؟ لأن السورة في طابعها العام مبنية على معنى العجلة أو على موقف العجلة لماذا موقف العجلة؟ ومن أين أتى هذا الموقف؟ أتى هذا الموقف من النفس اللوامة التي تتعجل في كثير من الأمور ثم تتندم فتلوم نفسها بعد ذلك ولهذا بنيت سياقات هذه السورة المباركة في كثير من مواضعها على مظاهر الحذف ومنها هذه الآية المباركة كلا إذا بلغت التراقية وقيل مرا هنا من بلغت التراقي؟ هنا الفعل لم يذكر النفس التي بلغت التراقي والتراقي معروفة التراقي هو المكان الذي تصل فيه الروح وتصل فيه الغرغرة حتى يصل الروح إلى هذا المكان حتى إذا بلغت الروح إلى هذا المكان فإن الوفاة تحصل إذن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ لقراءة حفص عن عاصم هنا سكته بين النون والرأ وقيل من راق؟ وفي قراءة بعمر بالعلى عن الدور وقيل من راق؟ في كلا الحالتين وقيل من راق؟ قيل هنا أيضا حذف فاعله قيل من الأفعال التي بنيت للمفعول أو أنه فعل مبني للمجهول أين فاعله؟ فاعله لم يذكر أيضا تماشيا مع الجو العام للسورة وتماشيا مع الطبيعة العامة للسورة التي بنيت في أغلبها على العجلة التي هي من صفات النفس اللوامة وقيل من راق؟ راق على وزن فاعل راقي على وزن فاعل راق هنا تحتمل أمرين راق من رقى يرقي أي من الرقية وهو ما يقرأ على المريض من القرآن الكريم ليشفى وربما مأخوذة من رقية يرقى أي يصعد رقية يرقى أو يصعد فالمسألة تحتمل الأمرين يعني المسألة فيها إبهام لأن الجو العام أيضا فيه عجلة وفيه حذف وفيه أيضا جو من جو الإبهام فهنا عندما قال راق تحتمل راق على ربما الراقي الذي يرقي يرقي هذا المريض لكي يشفى من مرضه ويبعد عن الموت وربما راقي من الرقي وهو الصعود والعلو أي الملائكة الملائكة التي تأخذ روح هذا الميت إما ملائكة العذاب وإما ملائكة الرحمة ولهذا هنا الراقي قد يدل على الذي يرقي وقد يدل على الذي يرقى أي يصعد إلى الأعلى ويصعد بالروح إلى الأعلى وكلا الأمرين محتملان وربما مرادان في آن معا كلا إذا بلقت التراقية وقيل من راق ثم ماذا بعد ذلك وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق لاحظ فعل الظن هنا تكرر للمرة الثانية تكرر في المرة الأولى في قوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة وهنا قال جل وعلا وهنا قال جل وعلا وظن أنه الفراق بعض المفسرين بعض المفسرين يقولون أن الظن هنا يأتي بمعنى اليقين وقال بعضهم أن الظن هنا بني على معناه أنهم فعلا هؤلاء الذين يعصون الله جل وعلا لا زالوا يظنون أنهم لن يفارقوا الدنيا لا زالوا يظنون أنهم موجودون في هذه الحياة ولن يغادروها لأنهم يحبون العاجلة يحبون الدنيا يؤثرون الدنيا فمن شدة حبهم للدنيا فهم يظنون أنهم لن يفارقوها مع أنه من المفترض أنهم يجب أن يكونوا على يقين تام أنهم مغادرون هذه الدنيا لا محالة ولكن من شدة إيثارهم ومن شدة حبهم قال ويحبون العاجلة من شدة حبهم للدنيا وإيثارهم لها وإنهماكهم فيها يعتقدون أنهم لن يغادروها وبالتالي عندما تقبض أرواحهم وتأخذ أرواحهم من أجسادهم ومع ذلك كله ومع هذا الموقف العصيب لا زالوا يظنون أنه الفراق ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ والتفت الساق بالساق انتهى الظن الآن دخلوا في مرحلة اليقين بعد أن قبضت أرواحهم بعد أن أخذت أرواحهم من أجسادهم ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يبدأ هنا السوق إلى القبر إلى الدار الآخرة والتفت الساق بالساق ما معنى التفت الساق بالساق؟ أي وضعت في الأكفان وعندما يوضع الساق بالساق في الكفن فإنه يلتقي مع بعض أو منهم من قال أن في قوله تعالى والتفت الساق بالساق أي إنها كناية على انتهائها بالموت أي أنها انتهت بالموت والتفت الساق بالساق ثم بعد ذلك إلى ربك يومئذ المساق عندما قال الله جل وعلا والتفت الساق بالساق هذه الآية المباركة لها ارتباطات وثيقة بالآيات التي برت كما في قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة مرتبط بقول الله جل وعلا التي مرت علينا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة مرتبطة بقول الله جل وعلا يسأل أيان يوم القيامة فهذه عندما التلتف الساق بالساق هنا يأتي الجواب هنا يأتي الجواب على السؤال أيان يوم القيامة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق هذه الآية إلى ربك يومئذ المساق مرتبطة بقوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وكما قلت لكم في الحلقات التي سبقت أن كل آية من آيات هذه السورة ترتبط بالآية التي قبلها وبالآية التي بعدها لا تستطيع أن تنفصل وأن تنفصم عنها والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق هذه الآية المباركة إلى ربك يوم إذن المساق تتماثل مع قول الله جل وعلا إلى ربك يوم إذن المستقر لكن هنا في هذا السياق على وجه التحديد في هذا السياق على وجه التحديد لا يوجد المستقر وإنما هو المساق لأن هذا الموقف هو موقف قبض الروح من الجسد قبض الروح من الجسد والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق يعني المساق ينتهي إلى الاستقرار المساق ينتهي إلى الاستقرار لكن في الآية الأولى الإنسان عندما يوضع في قبره إما يساق إلى الجنة وإما يساق إلى النار ويكون مستقره بعد ذلك إلى الجنة ويكون مستقره بعد ذلك إلى النار كما قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا لكن في هذه الآية المباركة إلى ربك يومئذ المساق كما قلت لكم تتماثل وتتشابه مع قول الله جل وعلا إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر هنا إلى ربك يومئذ المساق فقدم الجار والمجرور لأنه لنفلات ولا ذهاب ولا هروب إلا إلى الحق جل وعلا ربما في الدنيا ربما يستطيع أن يهرب في الدنيا إلى أي مكان ربما يستطيع أن يهرب في الدنيا ويختبئ في أي موضع يستطيع أن يختبئ فيه لكن في هذا الموقف العصيب لا هروب ولا فرار ولا اختباء كل ذلك إنما هو إلى الحق جل وعلا ولهذا قدم إلى ربك للحصر والاختصاص والقصر إلى ربك يومئذ لماذا قال يومئذ لأن يومئذ يعني يختص بهذا اليوم يختلف عن أي يوم آخر إلى ربك يومئذ المساق قال الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وفي قراءة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وفي قراءة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إذن هنا سياق يسيق هنا المساق لكن الاستقرار إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله العافية والسلامة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ثم تنتقل بين الآيات القرآنية إلى كلام آخر قال الله جل وعلا في السياق ذاته في السياق القرآني ذاته فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى لاحظ هنا لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذه الآية المباركة ترتبط ارتباطات وثيقة بالآيات التي تقدمت فلا صدق ولا صلى يقدم ويؤخر يؤخر التوبة ويقدم الذنب والمعصية فيقع في لوم نفسه ويظهر اللوم والندم والخسران في يوم القيامة إذن هذه الآية مرتبطة بقول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة وبما أنه هنا في هذه الآية الكريمة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق مقابل قوله تعالى كذب ولا صلى مقابل قوله تعالى تولى إذن في هذه الحالة هذا الإنسان الذي لا يصلي والذي لا يصدق والذي يكذب والذي يتولى ما عاقبته يوم القيامة تظهر النفس اللوامة وليست النفس اللائمة النفس اللوامة أي كثيرة اللوم النفس اللوامة التي تلوم نفسها كثيرا ومن هنا هذه الآية المباركة ارتبطت أيضا بقول الله جل وعلا ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيضا ارتبطت هذه الآية الكريمة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ارتبطت بقول الله جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هذا الإنسان الذي لا يصلي وهذا الإنسان الذي لا يصدق وهذا الإنسان الذي يكذب وهذا الإنسان الذي يتولى ويعرض عن الله جل وعلا مرتبط ارتباطا وثيقا بقول الله جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وكأن هذه الآيات القرآنية المتقدمة جاءت بصورة عامة ثم جاء ما يفصلها آية بعد آية وكلمة بعد كلمة وموقف بعد موقف حتى يتبين المشهد كاملا ويتبين الموقف كاملا حتى تقع النفس في اللوم والعياذ بالله جل وعلا نستكمل معكم إن شاء الله بقية ما تبقى من هذه الآيات المباركة في هذه السورة المباركة في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل كونوا معنا وانتظرونا بارك الله فيكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى نور القرآن وسر القرآن فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر